موسيقى السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله تفضل شيخ وليد التناقبات الظاهرية موجودة حتى في القرآن الكريم حبيبي 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 انا ما بحب الفضور احنا دلوقتي مش بنتكلم في القرآن انا بتكلم دلوقتي حللنا التناقب دامه هنا هتقول لي حتى يعني انت هتجعل القرآن الكريم فيه تناقب عشان امامك غائب ومش قدرين تحللنا المسألة دية الفزورة دية لا سأحل يا باشا شرح ليدخل على طول نفسي ابوز دماغ كل شيء يا عم كل شيء يا ابوز دماغه يدخل يحللي الاشكالية على طول ميعدش يتفلفز طيب طيب نفس الاحاديث تقول ان الامام هو حجة اما ظاهر واما غائب يا باشا يبقى الاثنين كده حللنا الاولانية وبعد كده ازاي حجة هو غائب انا نفسي افهمها ازاي حجة هو غائب كما غاب النبي في الغار يا عم النبي صلى الله عليه وسلم قعد ست ساعات سبع ساعات قعد يوم وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحجة هو في الغار واصحاب الكهف ليسوا بحجة هما في الكهف عيب حجة على مين النبي صلى الله عليه وسلم عيب حجة على مين في الغار على ابو بكر الصديق وعلى الناس اللي برا ما تفهموا شوية ازاي غائم ازاي حجة نحن حينما نقول بانه حجة هذا لا يعني ان حجته في كل لحظة يا باشا ما معنى حجة ما معنى حجة ما معنى حجة نعم ما معنى حجة الحجة ليست بالمعنى اللغة والتي تفهمه انت ما معنىпол assembly لا أصبح لكن انت فيهمه إه الحجة ما معنى الحجة الشيعا يقولون بانه حجة بمعنى ان حجة الله على الخلق يا عمي ما معنى already يعني هو حجة الله على الخلق ما معنى حجة يعكرا أنه حجة الله على الخلق يعكرا أنقيم حجة الله على الخلق بمعنىưng لأنهم يجب عليهم أن يطيعوه بالمطلق يا عم نطيعوا يا عم بس هو فين عشان نطيعوا ما معنى كلمة حجة لغويا واصطلاحا يا سيدي نحن يهمنا اصطلاحا اصطلاحا يا عم الاصطلاحا بص أنا حجة دلوقتي أنا حجة عليك الآن ليه أنا أعرض عليك الأدلة من القرآن والسنة فأنا حجة عليك الآن لكن دلوقتي المهدي كيف حجة المهدي حجة بمعنى أنه يجب طاعته في حال أعطى أوامر للخلق حل طب ما فيش أوامر الآن يبقى ازاي حجة لا هو حجة بمعنى أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم يا عم في حاجة اسمها حجة يا عم قولنا ما معنى طب قولنا ما معنى الحجة لغوية لا نحن لا نقول بالمعنى اللغوي نقول بالمعنى الاصطلاحي يا عم دلوقتي طيب صاحب الكافي استعمل صاحب الكافي لما عنوان الباب أنه ليس لله حج على خلقه إلا بإمام ما معنى إسم الباب ده فصره لنا تفضل المقصود أنه لابد من وجود حجة أي لابد من أن يكون شخص الإمام موجودا شخص الإمام حبيبي حبيبي بص الباب معلش معلش سمحني لحظة تفضل بص يا أخوانا هنا هاته محمد معلش لو سمح يقول أن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام ممكن تشرح لنا السطر ده طيب سأشرح لك ولكن أصبر معا لا مش هصبر نعم لابد من وجود حجة أنا ما أسألتك وجود حجة أو مش موجود حجة أنا أسألك دلوقتي باب يقول باب أن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام ممكن تفسر هندي الحجة لا تقوم على خلقه إلا بإمام أي أن الخلق يجب يجب على الله أن يهديهم ويرشدهم إلى الحق من خلال وجود إمام أيها طيب ودلوقتي الإمام عشان يرشدهم للحق مش المفروض أمر بمعروفه نعم منكر نعم هو هو وجه الناس إلى أن يتبعه نوابه يلا أنت والنواب يلا يلا أنت والنواب يلا يلا أنت والنواب يلا يقول أن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام مش بنواب الإمام مش الإمام يختفي ويترك لنا نواب وبعدين الأربع نواب يموتوا ويتركون كده طيب لما النواب ماتوا وتركونا كده إحنا بقى قاعدين بدون إمام وبدون نواب أبدا والله العظيم أطخن واحد فيهم لازم يعود يلفه ويدور اطخين فيهم أطخن عم عندهم لازم تخش البرنامج وتلفه ويدور ما يجاوبكش أبدا إجابة صريحة فالله المستعان غيره يا محمد وعلى مجرى أقول لك الإمام ترك لنا النواب ماشي يا عم الإمام ترك لنا النواب ما في مسكلا طيب النواب ماتوا النواب ماتوا وبرضو نحن الآن بدون إمام وبدون نواب نعمل إيش نعمل إيش وبعدين الأحاديث كلها بتتكلم عن الإمام مش عن نواب وبعدين النواب دول مش معصومين إذن لا يقيمون الحجة وليسوا بيئة إمة إذن لا يقيمون الحجة لا لا يا وليدي أسماعيل يجوز لك أن تأخذ من الرؤاة وتأخذ من النواب والله يعني ممكن الإمام يتركنا ونأخذ من بشر عديل يصيبون ويخطئون بجد والله يعني نين فعن أخذه منهم طب احلف بالله والله احلف كمان أه والله طب والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات وطرك لنا الصحابة ليه قلتم لا ما ناخدش اللي من إمام معصوم والله المستعان ترجمة نانسي قنقر